السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير و على خير اليوم سوف نجد معكم واحد الحلوات ديال دوازاتي بواحد المعضاق تجربوا هذه الساعة و سوف يعجبكم هذا المعضاق تجيزون بزب و كتجي هاد الحلوة مقرمشة و بحال بسكويت ديال الزنقة و كي ما كتلاحظوا نهائيا ما كان لطا بلا تشي حاجة و ما فيهاش قطعك مرة و غادي تديري فلطا ديالك و غادي تصيبت على الفرار كانت مننا تجي عادكم بلايك و بارتاج و ما تنسونيش من الأراء ديالكم خليوني في التعليق ديالكم و شوكرا الله يجزيكم باخر غادي نبدو بالمقادر عندنا واحد الكاس ديال الكوك من الاحسن ذاك الكوك يكون ميد دم يكون جديد باش منك انطحنوه يطلق ذاك المعضاق ديالو يجي في الحلوة شي حاجة سبيسيال شي حاجة زوية نفسه غادي نطحنوه مزيان غادي ناخدو واحد الإناء بالنسبة لهذا الحلوة سهلا لدينا واحد الكاس ديال السكر ناعم الحبيبات كاس ديال زيت واحد رشاء ديال الملح باش تقدلينا ذاك الدوق تتجيب الحلوة بنينة واحد الكاس ديال نشخ وجوج ديال البيضات سوف يكن خلطه كل شي في مرة من الاحسن هاد البيضات يكونوا على درجة الحرارة للغرفة يكونوا من الاحسن كبار إلا بغيتو هاد الخالط كلو تديرو فتحان أولى اللي كانت تحنو في العصر يمكن لكم تديروه تهنى والموهيم را سهل تغييغ مخلطه يمكن لكم إلا بغيتو ديرو الشوكلاة في عود ديال الكوك بجيكم جي حلوة جيزوينة هذا يمكن لكم تديرو الشوكلاة غادي نديرو كاس ديال نشا وحد الخمارة من فئة ديال 8 غرام موهيم المقادر كاملة بالغرام غادي نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله صافي مني كان نخلط الخليط ديالي الى تشكلها را دغياء دغياء ما كتحتاش شعرها سهلة غادي تعجبكم ان شاء الله صافي غادي نضيف الطحين بالنسبة للطحين دخلت لي تلاتة ديال الكوكوس واحد شوية ما فيها كاس ديال نشا كاس ديال الكوك دخلت لي تلاتة ديال داقيق الابيض وشوية زيد واحد شوية او لا تقدر الحسب حين واش كيشربوا لللوح اللي حسب سنعود البيض واش كبير والمهم عينكم ميزانكم غادي تحطوا تقريبا ثلاثة كيسان ونص وشوفوا لا دخلاتهم لكم هي هادي كما دخلات شرات قدر تدخل لكم غا ثلاثة والمهم على حسب لما نضيف سوف نضيف الطحين لكم الزيت وغادي تجيخيبا المهم هاكا خاص لعجينة ما تكونش قاسحة تكون عليها تسمك بحلاكا ماشي قاسح وماشي خفيفة كتلصة سوف ناخد واحد البلاستيك وغادي نبدو نقرسه هي لقرسه غا بيديكم ركض قرس هي حاولوا قرسه وقادوها باش مرة واحدة غادي نقطعوها وغادي نديروها في الطاوة ما نحتاجوش نقاو نجمعو في العجينة ونعاودو انتوما دلكوا هاكا بالمدلك غادي نديروها ماشي بحال صابلي اتخلي واش بيغليضة حس ما غاديش نديرو واحدة وحاولوا لعندكم مصطارة او اي حاجة عندكم قادوها باش جيكم قادف مرة باش تقطعوها نوبة واحدة غادي نديرو باش غادي نزينوه باش غادي نزينوه بحال ديال الماكينة غادي نديرو نشدوا واحد الفرشيطة هذا الصغار او لالكبار اللي بغيتو وديرو منظهر دياله وديرو هاد الخطوط شكلتك تكمله العجينة ديالكم كاتجي رائع انا عارفكم دائما تتبغيوا الحاجة اللي فيها البساطة والسهلة واقتصادية ولبنينا يعني نبسط لكم الحاجة وتكون سهلة وسريعة واقتصادية ولكن المدق تيكون حاضر وموجود باش تعجبكم الحاجة وكنشكركم بزاف على التطبيقات ديالكم قاع الحويج اللي درتهم بحال الخاليط طبقتو حلوة ديال الخاليط طبقتو قاع الحليوات اللي درت طبقتو دجاج طبقتو بزاف كالحويج اللي اعطيكم الصحة وكنتخليوا هاليا في الانستغرام زع ما كان افتخر بيقوم وفرحانة بيقوم وما قدني فرح والله العليل عادي الى 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 مكراش نخرج من هات تليفون ونعنق واحدة واحدة صافي كنجيبو اما جرارة ولا موس ولا اللي بغيتو قطعت بهادي اللي عندي في الدار اللي كان ندير بها العجينة وذلك شي يعني عملية سهلة اولا بجرارة ديالبيتزا اولا بموس صافيو كتبدو تهزو كتوجدو ضروري ما كتوجدو واحد طاوة هانتو ما ش سهل اسهل من هكا راب انتقي لوصيتها غادي تصيب لك هالحلوة قدامك يعني انتي كتتوجدي اليوم درت واحدة ايش اللي اذا تخفافين وكفيتا درتها صوتي غادي تشوفوا ان شاء الله غادي نوريكم بقوم معاية الاخر غادي نوريكم اه اه طبيس لاتلي درت انا والمساعدة ديالي اللي كينين في الدار اليوم هذيك الغضيوة خفيفة انا مني سيجي الصاد كان ولي ما كان ديرش المرقى وما كان غام المرقى كان ديرها مني كيكون الراجل ديالي عزيز عليهم مرقة ولكن بالنسبة لي انا عزيز عليها الشلاطة الزليا الخضراء كان بغينا اكل من الاحسن نديرها فرشيطة وكان اكل باش من نيت الانسان ميزيتش في الوزن ويبقى اه مكلة صحية شيئا ما كما شفتو حليوة بيسكوي دوازاتاي زوينة تكلوها في الصباح مع كويستاتاي او القهيوة في العشية كذلك اورا الغضاء ضروري لا اديرو حد القهيوة كحلا باش تتغضم لكم واند بتحطوا هاد البيسكوي كي يجي طب طب وشي حاجة اللي هي زوينة وسهلة صافي كان بقى مستمرة على نفس كيفية كنكمل عجينة ديالية بارك الله خرجت وحد شوش طاوات غادي تشوفوه في الاخر وكنشكركم على التفاعل ديال هاد الفيديوهات اللي 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 قبل كانشكركم بزاف 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 على التفاعل وعلى اللي لايك ديالكم وعلى تجاعة ديالكم شكرا الله يجازيكم باخير بالنسبة الفران دغية وجداد غانشعل الفران ونخليتي سخن غادي نسبق لتحت وول لول على دراجة مية وتمانين كي تتبالي يتحمرة ليه من التحت غادي نشعل الفوق وغادي ندير لاطا الخرطاني لتحت دغياء كتتحمر من الفوق وغادي نجبدهم يعني دغياء دغياء هانتو مورا مقرمشا والبنة البنة ما نقول شكم على بنة فيها خطيرة خطيرة بزاف هادي هي الحليوة ديالنا غادي نوريكم الغدي واللي درنا اليوم شليدة وشوية الكفتة سا في مدرنتة شي حاجة ونزيدو شي عاصر ولا شي حاجة للي مورا موجود هادي هي الشليدة ديالنا أنا والمساعدة تبصيل ليها وتبصيل ليها ما شوية الكفتة وبصحة والراحة أستودعكم الله إلى فيديو قادم إن شاء الله شكرا الله يجازيكم بخير وكنت سنة طبيقاتكم عبر الفيسبوك وانستغرام شكرا الله يجازيكم بخير شتو خفيفة خفيفة بزاف